المناسبة عايزة اتكلم على قهربة كلنا عارفين يعني ايه لما تحرز هاتريك تحرز هاتريك يعني تحتفظ بكرة المباراة مبارح قدامكم على الشاشة طبعا اللعيبة كلها بتنضي على الكرة وكل الناس شايفة طبعا اللعيبة النادي الاهلي محمد هاني وعدد من اللاعبين بيواقع على الكرة بالنسبة لي قهربة الكرة دا يحتفظ بها كهربة اولا جاية في توقيت صعبة جدا فترة ايقاف كانت طويلة رجع لعب مباراة تعظيمة احرز اهداف في عدد مباراة قليل عمل اسست في اكتر من مباراة وكمان يحتفظ بالكرة كرة الهاتريك واللعيبة تنضي فده حاجة مهمة جدا يا قهربة اكيد تستهل كل خير وانت بتكتهد وبتشتغل فيه تحديات بتواجهك لكن انت عندك اصرار انك تعمل انجاز مع النادي الاهلي واعتقد يعني رسالة مهمة جدا من قهربة لاي لاعب الكرة مش فنيات بس الكرة مش تاكتك وتعليمات مدير فني بس انت من جواك لازم يكون عندك تحدي مهما وجهت من ظروف ازاي تقدر تتغلب على هذه الظروف فانا شايف كهربة مثال مهم جدا لاي لاعب عايز يثبت للجميع انه هو قادر على ارتداء تي شيرت النادي الاهلي اللي بيلتزم اكيد ربنا بيكرمه وبيوفقه والنهاردة كهربة بعد غياب ثلاث سنين موجود في خائمة المنتخد اشتركوا في القناة